السلام عليكم اخوتي المغاربة في مكانه انا كطالب اوكرانيا عايش في اوكرانيا يعني كنت جيت الي هنا بس نحقق واحد الحلم دي علي ساعة صدق دابة وكين واحد الواباء حنا الحاجة الوحيدة الي تطلبوا بها دابة الرجوع للمغاربة فقط هنا ما تعترفوش بنا تشوفونا على شكل فلوس بصافة يعني لي مرض فينا شي واحد يعني على مكيل الدول اللي تشي حاجة يعني غال يخليونا حتى نموتوا هنا حنا سنطالبو بحاجة بحدا وخرجوا المغرب مغرب كم مسلمين وخرجوا في شي بلاسة 30 يوم 30 يوم 30 يوم 30 يوم ماشي مشكل نقلسو بالرعاية بالرعاية يشوفونا واش مرادين وما مرادين احنا ما بغيين عادي بتشي واحد احنا بغينا هنا نوصلوا للفكرة ديالنبي الله راحنا تنعاني والله اذا بالنسبة لي انا تنهضر على راسيا راحنا تنعاني وفي اوكرانيا من شيء صارك وما عارفو الوليدين عيلا قد الحال يعني بحراتي تكافى واللي كانت العائلة موفا عائلة في ها السد الناس يعني شنو بقى البابك ولا امك يعني مقبل من هاد الواباء ما كنتش نحتاج للفلوس ديال الوليدين شنو بقى البابك ولا امك شنو يصفتلك واش يصفتلك هو يبقى تماما يموت فهمتون يا اخوتي اللي عزيز عليها كشاب مغريبي وكحورقة كحورقة في نحنا ولي شاف هاد الفيديو يبارتجي باش يوصل هي الصد ديالنا بغينا هي توصل الصد ديالنا وصافي وما نطوروش الفيديو باش يوصلوا ويديرو معنا الحل الله يرحم والدين لا يفتح عليكم ببارو خير اشتركوا في القناة